حابة أسمع منكم يا متابعين لو في زول أو زولة فيكم أو أطفالكم بعانوا من اللكتوز أو يعني عندهم حساسية من الحليب أو المنتجات الألبانية لأن الوصفة دي حتكون لكم واكتبوا ليه في التعليقات إحنا عملنا بطريقة مميزة وخفيفة على المعدة ومن غير الحليب أو الزبادي طبعا الكشكة الأسواني هو طعمه شبيه للملاحة الروب الأبيض السوداني واكتبوا ليه في التعليقات استمحتوا بالكشكة الأسواني ولا لا بحتاج كوباية من البرغل الناعم وهنا كوبايتين من الحليب حق جوز الهند ملعقة كبيرة كده مليانة حق بودرة البصل ملعقة صغيرة من بودرة التوم وإحنا هنعمل بطريقة مميزة بس تقريب للطعم ربع ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ربع ملعقة صغيرة من البابريكا بقلبهم سويا وهنا هضيف ملعقتين كبار من الدقيق الدقيق العادي ولازم يعني أخلطهم عشان يدوبه تماما معايا وعشان أديوا الحموضة بتاعة الكشكة الأسواني أنا بحصل الليمونة كاملة وده هتلاقوا شوية الخليط أو السائل ده تقل معكم بسيط جدا بعد ما بقلب وأتأكد كل المكونات جانست مع بعض بضيف الكوباية الكاملة بتاعة البرغل الناعم والأفضلية تستعمل برغل الناعم مش الخشن لأنه الخشن بيكون كبير شايفين القوام كيف تقل عندي بصلايا هنا كبيرة ويببشرة يعني على الناعم أنا هعمله مختلف عن الطريقة التقليدية بس يعني على السريع كده في الحل لا ضيفت ملعقة ونص كبيرة من الزيت هنعمل نباتي ممكن تستبدلوا بيه السمنة لو ما عندكم مشكلة بيه السمنة بس السمنة حيوانية أو السمنة النباتية بس أنا استعملتها زي زهرة الشمس بقل البصل كده حبما لونه يكون الدهب الفاتح بعد كده بضيف لهم ملعقة كبيرة من الكذبرة الجافة ولتر ونص من الشربة هنا كانت شربة الخضار وطوالي بقوم بضيف الخليط بتاع البرغل مع الحليب جوز الهند وبالمضرب بضرب 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 ما بفيك إيداني عشان ما عايزة الدقيق يكلف كعم معايا دي أهم خطوة وبعد ما لقيته خلاص يعني ماش معاي كويس بخليه ويغلي لحدة ما البرغه ليستوي تماما وهو فعلا فعلا طعمه قريب للكشك الأسواني عملناه يعني نباتي من غير الزبادي طبعا زمان بيعملوه بيجففوه بيعملوه كور وبعدين بحمروا ببصل بخلطوه من فوق تحصر عليه الليمونة والشطة الحمرة وأحلى كشك النباتي وكتبوا ليه في التعليقات ايه رأيكم